اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الحرص على مؤصلة تطوير وتنمية أطر العلاقة الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا الصديقة والمضي قدما في تعزيز مسارات التعاون الثنائي والدفع بها نحو فضاءات أوسع بما يلبي تطلعات والمصالح المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وأمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السيد هونس عنكو سفير جمهورية كوريا لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى المملكة حيث رحب سمو بسعادة السفير متمنيا له التوفيق في أداء مهمه الدبلوماسية منوها بالمستويات التي واصل إليها التنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات مؤكدا أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون مثمر على كافة الصعود وتم خلال اللقاء مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبه أعرب سعادة سفير جمهورية كوريا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص واهتمام على مواصلة تعزيز التعاون التنائي بين البلدين الصديقين والدفع به قدما متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من النماء والازدهار ترجمة نانسي قنقر